مرحبا، في هذا الدرس سنتعرف على مفهوم الدالة ذات المتغير الحقيقي وسنحدد مجالات الإقترانات ذات المتغير الحقيقي والمجال والمداء المقابل لها والآن سنبدأ بتعريف الإقتران الحقيقي يسمى الإقتران قاف إقتراناً حقيقياً إذا كان مجاله مجموعة الأعداد الحقيقية ح أو مجموعة جزئية منها ومداه مجموعة الأعداد الحقيقية ح أو مجموعة جزئية منها على سبيل المثال، حدد المجال والمدى لكل من الإقترانات التالية أولاً قاف السين تساوي 5 ثانياً قاف السين تساوي 2 سين زائد 1 ثالثاً قاف السين تساوي سين تربيع ناقص 3 في الإقتران الأول قاف السين تساوي 5 نجد من التمثيل البياني بأن المجال لهذا الإقتران هو ح أي بإمكاننا تعويض أي قيمة مكان المتغير سين أما المدى فهو المجموعة 5 أي أن ناتج الإقتران هو عدد وحيد، هو العدد 5 وبما أن المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية ح والمدى مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية وهي المجموعة التي تحتوي على العدد 5 يكون الإقتران قاف السين إقتراناً حقيقياً أما ثانياً فالإقتران قاف السين يساوي 2 سين زائد 1 نلاحظ أن هذا الإقتران هو إقتران كثير حدود من الدرجة الأولى والتمثيل البياني في الرسم المجاور يمثل الإقتران قاف السين وتلاحظ أن تمثيله البياني هو عبارة عن خط مستقيم ومجال هذا الإقتران هو ح أي أنه يمكن تعويض أي قيمة مكان المتغير سين وأيضاً مدى الإقتران هو ح أي أن ناتج الإقتران ممكن أن يكون أي قيمة من الأعداد الحقيقية وبما أن المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية ح والمدى أيضاً ح فيكون الإقتران قاف السين إقتراناً حقيقياً ثالثاً قاف السين تساوي سين تربيع ناقص 3 في هذا المثال قاف السين هو كثير حدود من الدرجة الثانية ومن التمثيل البياني تلاحظ أن المجال هو كل الأعداد الحقيقية ونلاحظ من الرسم البياني بأن نواتج الإقتران قاف السين على محور الصادات هي الفترة نصف المغلقة من سالب ثلاث إلى المال نهاية أي أن مجال هذا الإقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية ح أما مداه فهو مجموعة الأعداد الحقيقية ح التي تنتمي إلى الفترة نصف المغلقة من سالب ثلاث إلى المال نهاية فبالتالي بما أن المجال هو مجموعة الأعداد ح والمدى هو مجموعة جزئية من ح فيكون الإقتران قاف السين إقتراناً حقيقياً مثال حدد المجال والمدى للاقتران الحقيقي قاف السين تساوي الجذر التربيعي لتنين ناقص سين بما أن قاف السين هو اقتران لجذر تربيعي فمجاله دائماً مجموعة الأعداد التي تجعل ما داخل الجذر أكبر من أو يساوي صفر فبالتالي نحصل على المتباينة اتنين ناقص سين أكبر من أو تساوي صفر وبطرح اتنين من طرفي المتباينة ينتج أن سالب سين أكبر من أو تساوي سالب اتنين وبعدها نضرب المتباينة في سالب واحد فينتج أن سين أقل من أو تساوي تنين لاحظ عكس إشارة المتباينة عند الضرب في عدد سالب فبالتالي يصبح مجال الاقتران قاف السين هو الفترة نصف مغلقة من السالب مال نهاية إلى العدد تنين أما عند التمثيل البياني للاقتران فينتج الشكل التالي ونلاحظ أن مدى الاقتران هو الفترة نصف المغلقة من صفر إلى المال نهاية تعريف الاقتران النسبي وهو اقتران على صورة كسر جبري كل من بسطه ومقامه اقتران كثير حدود ويكون مجاله مجموعة العداد الحقيقية ما عدا أصفار المقام أي حى ناقص أصفار المقام أو ما عدا أصفار المقام على سبيل المثال حدد المجال والمدى للاقتران قاف السين تساوي سين تربيع ناقص أربعة على سين زائد واحد الاقتران قاف السين هو كسر جبري كل من بسطه ومقامه كثير حدود فيكون هذا الاقتران غير معرف عند أصفار المقام والقيمة التي تجعل المقام صفر هي العدد سالب واحد حيث أن سالب واحد زائد واحد يساوي صفر فبالتالي مجال هذا الاقتران هو حى ناقص مجموعة العدد سالب واحد أو كل الأعداد الحقيقية ما عدل عدد سالب واحد أما لتحديد مدى الاقتران قاف السين فسنمثل الاقتران بيانيا فينتج الشكل المجاور لاحظ أن المدى هو كل الأعداد الحقيقية وبما أن المجال هو كل الأعداد الحقيقية ما عدل عدد سالب واحد يعتبر مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية ح والمدى هو ح مجموعة الأعداد الحقيقية فيكون الاقتران قافسين اقترانا حقيقيا وهيك بنكون تعرفنا على مفهوم الدالة ذات المتغير الحقيقي وحددنا مجالات الاقترانات ذات المتغير الحقيقي والمجال والمدى المقابل لها شكرا